المجلس الأعلى وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ورئيسي مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية وبالمراجعة الدورية كل أسبوعين للمستجدات والمؤشرات الصحية في البلاد من قبل الجهات المعنية وثقا لقرار المجلس وبعد التواصل والمناقشة مع معالي رئيس المجلس الأعلى للصحة ومعالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ورئيسي مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية وبعد الاطلاع على توصيات ومرئيات الجهات الطبية المختصة يعلن المجلس استمرار تعليق الصلوات في المساجد وتعطيل العبادات الجماعية لحين تحقيق الانخفاض المطلوب في مؤشرات انتشار المرض وفقا لما تقرره الجهات الطبية المختصة كما يدعو المجلس الجميع إلى تحمل المسئولية الشرعية والوطنية بالالتزام بتوجيهات المختصين وتعليماتهم حفاظا على أنفسهم وأهليهم وذويهم ومواطنيهم ويؤكد أن التزام الناس بمسئولية سامة من أهم الأسباب لتجاوز هذه الأزمة الصحية بسلام